في خبر عاجل جالي دلوقتي يا دكتور أن المناضلة بوسينة كامل قالت وصرحت لبوابة 25 ناير بأن النت سوف انقطع الليلة بأوامر إخوانية هل هذا صحيح؟ وإيه علاقة الإخوان بالنت؟ لأما أنتوا بقى في الحكومة وأنتوا الرئيس وكل حاجة يعني هل فعلا أنك توجه لقطع النت هي المنظومة يعني هي عايزة تشوه أو عايزة تصور المسألة مثل ما حدث في الثامن والعشرين من ناير لا أنا أقول لها لا اتطميني إن شاء الله يعني رجائك هذا حيخيب ونحن لا شأن لنا لا بالنت ولا بالفضائيات ولا بشيء من هذه الأمور ونحن أيضا لا شأن لنا حتى بمؤسسة الرئاسة التي تتخذ قرارتها باستقلال تام وكما ذكرت إنه ليس لنا في الوزارة إلا أربعة ووزراء يعني واحد للتعليم العالي وواحد للإعلام وواحد للشباب وواحد للقوى العاملة وأن الحقيقة بالفت نظر السيد وزير الاتصالات لأنه هذه أمور فنية وهؤلاء لديهم أيضا خبراء فمن الممكن من الممكن أنا بقوله في القناة النهاردة وبتاريخ كذا اللي هو تاريخ خمسة حداشر الساعة تسعة بقول إنه من الممكن أن يقومهم بعمل فعل وتأثير على الكابلات بحيث يتم اتهام الإخوان وهذا الخبر المروّج ويتم تشييره في كل المواقع والفيسبوك انتبه معي وزير الاتصالات من ذلك لأنه من الممكن أن يكون هناك وسائل لإحداث هذا الأسعال ترجمة نانسي قنقر